موسيقى اهلا بكم اهلا بكم كل اعزائي المشاهدين وكل اعزائي المتابعين اهلا بحضراتكم من كل مكان في العالم ومن كل مكان في الوطن العربي جاءنا هذا الخبر الهام والعالم كله على صفيح ساخن وطبعا زي من تعرفين الحرب الاوكرانية الروسية او روسية الاوكرانية في تصاعد مستمر والتوقعات لهذه الحرب غير جيدة بالمرة توقعات بان الحرب ستتوسع اكثر واكثر بالذات مع الهجوم المضاد التي ستقوم به اوكرانيا والتي تهدد به في خلال هذا الاسبوع اه ومن هنا جاء هذا الخبر الان محاولة اغتيال بوتين وهجوم بالطائرات على الكريملين وطبعا اه ده هيعمل داعي لهجمات انتقامية ورد انتقامي واذا كان الغرب اه مشارك في هذا اه الحادث او في هذه المحاولة او محاولة تدمير الكريملين اللي هو مجلس النواب الخاص بروسيا فطبعا العالم كله الان متوتر لان رد الفعل الروسي لما يصل لمحاولة تدمير الكريملين واختيال بوتين هيكون رد الفعل الانتقامي الروسي ممكن يكون كارثيا والخوف من الخبراء العسكريين يقولون في غلطة واحدة ستندلع الحرب العالمية الثالثة وان شاء الله ربنا يسطر وما نوصلش في كده لان العالم كله سيدفع الثمن العالم كله سيدفع ثمن هذه الحرب وبالذات الغرب اللي هو بينفخ فيه النار الغرب حتى الان ما بيحاولش انه يهدي من هذه المعارك والحروب ولكنه ينفخ فيه النار ويشعل النار في كل مكان يلا بينا نشوف الاخبار بالتفاصيل ودايما افكركم بالاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد دوس على الزرارة تحت الفيديو المكتوب عليه اشتراك او سبسكرايب بالانجليزي كمان ما تنساش عمل الاعجاب واللايك للفيديو وما تنساش ان انت تشير الفيديو تشاركه مع اصدقائك او تنشر الفيديو او تعمله شير حتى تعم الفائدة على الجميع يلا بينا نشوف اول خبر معانا بيقول ايه وهنا روسيا بتقول من ساعتين يوم الاربعة تلاتة مايو الفين تلاتة وعشرين التاريخ فوق على اليمين الاربعة تلاتة مايو الفين تلاتة وعشرين من ساعتين فقط روسيا بتقول او تصرح وكورانيا حاولت اغتيال بوتن في هجوم بالدرون او بالطائرات الدرون احنا هنشوف تسلسل الاخبار وبعد كده نقرأ التفاصيل معانا كمان فيديو يرصد لحظة اسقاط طائرة مسيرة فوق مقر بوتن في الكريملين والخبر الاخر من ساعة واحدة موسكو مستعدة لعمل انتقامي بعد محاولة اغتيال بوتن وهنا الخطر عمل انتقامي او رد فعل انتقامي ممكن يؤدي الى اندلاع الحرب العالمية الثالثة لانه ممكن يكون رد فعل شرث بالذات لو كان في اي دول غربية او دول من حلف الناتو او دول اوروبية او امريكا مشتركة في هذا العمل او في محاولة الاختيال او في هدم الكريملين وهنا الكشف عن مكان تواجد بوتن وقت هجوم الكريملين ونبدأ بالفيديو بتاع محاولة اسقاط الطائرة وهنا زي ما انتم شايفين ده مبنى الكريملين في روسيا وهنا الطائرة كانت نزلة على قبة الكريملين بالضبط ولكن تم اسقاطها عن طريق صاروخ روسي قبل ان تقع يمكن بامطار قبل ان تصل الى القبة الكريملين بامطار قصيرة والصاروخ ضمر الطائرة في الجو ونقرأ الاخبار والتفاصيل اللي معانا قال الكريملين يوم الاربعاء تلاتة مايو الفين تلاتة وعشرين انه اسقط طائرتين مسيرتين اطلقتهما اوكرانيا واتهم كييف بمحاولة قتل الرئيس الروسي فلاديمير بوتن واوضح الكريملين في بيان استهدفت مسيرتان مسيرتان الكريملين او طائرات مسيرة او درون تم تعطيل الجهازين وصفا العملية بانها عمل ارهابي ومحاولة اختيال رئيس روسيا الاتحادية وقال البيان وقد استهدفت طائرتان مسيرتان الكريملين ونتيجة للاجراءات التي اتغذى الجيش والاجهزة الخاصة في الوقت المناسب باستخدام انظمة حرب الرادار تم تعطيل المسيرتين ونتيجة للعمل الارهابي لم يصب الرئيس بأذى ولم يتغير جدوى الاعمال ويستمر كالمعتاد كما لم تقع اي اصابات خلال الهجمة ومن تناصر شزايا الطائرات بدون طيار على اراضي الكريملين وبيكلموا عن الفيديو اللي احنا جبناه ولكن عايزين نشوف التهديد بالعمل الانتقامي موسكو مستعدة لعمل انتقامي بعد محاولة اغتيال بوتين وقالت الرئاسة الروسية يوم الاربعاء تلاتة مايو الفين تلاتة وعشرين ان موسكو تحتفظ بحق اتخاذ اجراءات انتقامية بعد الهجوم الذي استهدف الكريملين بطائرتين مسيرتين واستهدف اغتيال الرئيس فلاديمير بوتين وجاء في البيان ان روسيا تحتفظ بالحق في اتخاذ اجراءات انتقامية في اي وقت وفي اي مكان تراه مناسبا وبحسب البيان حاول نظام كييف الليلة الماضية مهاجمت مقر اقامة الرئيس الروسي في الكريملين باستخدام طائرات بدون طيار واشار الكريملين الى انه عمل ارهابي مخطط مسبقا ومحاولة اغتيال الرئيس الروسي قبل يوم النص واستعراض تسعة مايو الذي سيحضره ضيوف اجانب وهنا يا جماعة علشان بنتكلم صح هنا روسيا بتقول حق الرد الانتقامي في اي مكان وفي اي وقت هي تراه مناسبا لها وطبعا هم بيعملوا دلوقتي تحياءات ويشوفوا مين المشارك في ارسال هذه الطائرات التي كانت تحاول عمل محاولة اغتيال وطبعا اكيد كمان في جواسيس في الداخل او هم بعتين جواسيس علشان يعرفوا مكان الرئيس الروسي انه كان جوه الكريملين في القاعة في الوقت ده تحت القبة مباشرة وبالتالي هتبقى فيه تحقيقات كبيرة لو وجدوا ان في دول اوروبية او غربية مشاركة في هذه العمل او هذه الحادثة او هذا محاولة الاختيال هذه فستكون طبعا بداية خطيرة جدا لو راحت روسيا عملت نفس العمل الانتقامي وبعت الطائرات او ضربت مكان في احد الزعماء وهنا الخوف من اعمال الاختيال ولو تذكر ان الحرب العالمية تمت بهذه الطريقة محاولة افتيال احد القادة ولما اختيل قامت الحرب العالمية الثانية والخوف من هذا وربنا يسطر على القادم وهنتابع مع حضراتكم اي حاجة جديدة بالفيديوهات في هذه او في هذا الوقت العصيب العالم كله فيه على صفيح ساخن في نهاية هذا الفيديو لم يتبقى لي الا شكر حضراتكم على وجودكم معي لهذه اللحظة ما تنسوش عمل الاعجاب واللايك للفيديو الاشتراك في القناة ليصلك كل جديد وما تنساش تقول اللهم نستودعك الارض ومن عليها اللهم نستودعك كل شعوب العالم الابرياء شارك الفيديو اعمل بيه مشاركة مع اصدقائك على وسائل التواصل الاجتماعي حاول تعمل شير للفيديو او تعمل نشر للفيديو في كل مكان لتعم الفائدة على الجميع اترككم في رعاية الله وامنه والسلام ختام على الجميع